اهلا بحضراتكم تواصل مصر بقيادة الرئيس السيسي جهودها مع مختلف الاطراف الدولية الفاعلة وقادة العالم لبحث التطورات المتصاعدة للازمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والاوضاع الانسانية المتدهورة في قطاع غزة بحثا عن حل للازمة الراهنة الرئيس السيسي تلقى اتصالا من انطونيو جوتيريش سكرتيري عامل امم المتحدة لبحث التطورات في غزة حيث توافق الرئيس السيسي وجوتيريش بشأن ما تمثله الازمة من خطورة على السلم والامن في المنطقة وضرورة التواصل لوقف للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال اجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الاوضاع الانسانية واتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهديئة واحياء عملية السلام الرئيس السيسي اكد لجوتيريش ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات شرعية الدولية صادرة بذات الشأن مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأية خطوات مستقبلية في هذا الصدد إلى جانبي الدول الهام للأمم المتحدة بالتنصيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدمين في الشرق الأوسط كما تلقى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تناول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنصيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا رئيس سيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للتباحث حول مستجدات التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديد لاستقرار المنطقة حيث تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس وتغليب صوت العقل ومسار التهديئة منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة كما تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنصيق بين مصر والسعودية لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية التي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل دولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية الرئيس عبد الفتاح سيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبروسية نيكوس خريستو دوليدس أكد رئيس سيسي موصلة مصر لاتصالاتها الحتيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهديئة ووقف التصعيد المتبادل مع التشديد على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة كما توافق الرئيسان على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحاث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد الرئيس عبد الفتاح سيسي أيضا تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمس كارل نهامر لتباحث حول تطورات الأحدث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائري وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين لا سيمة في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة حيث أكد رئيس سيسي ضرورة دفع مأسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث الجميع على ضبط النفس الرئيس عبد الفتاح سيسي التقى مع كيم ماجين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية حيث شهد اللقاء وجهات النظر بشأن أبرز مستجدة القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع تصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل وأكد رئيس سيسي ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل دولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول مواصلة مصر لجهودها في محاولة منع تفاقم الوضع والبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة شكرا لكم على طيب المتابعة